الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على وحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيد يا رسول الله سائل يقول ابن عمي سافر إلى سويسرا وسارق مبلغا كبيرا من المال من يهودي ويريد الآن أن يتصدق به على المرضى في المستشفيات يا عوذ بالله هذا ما ليهودي وما المسرق في إزروج ورح تعطيه للمرضى في المستشفيات لتطلوا حاجة من هذا المال رح تعاليه وأيضا على المساجد يا عوذ بالله ناويت ابننا الجوام عبد الرحم تعالي يا هود المسرقين هل تجوز هذه الصدقة أعوذ بالله يا عوذ بالله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة سمعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة طيبة هنا الحلال يعني ربي ما يقبل إلا ما الحلال هذا ما ليهودي وزيد ما المسرق جايبون تايا ترح تمدوا للمستشفيات أو للمساجد حرام عليك أولا حرام عليك تسرق اليهودي لا يجوز ولو يهودي حرام تمسلوا ماله وحرام تسرقه له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سماوه الأمين لأن كفاق وريش من عبدة الأوثان كانوا لما يحبوا يسافعوا وين يخبوا درهمهم ما يتيقوش في بعضهم بعض يجووا للنبي عليه الصلاة والسلام يخبوا درهمهم والأمانات من ذهب وفضة وأموال ملكي سافر من هاري جيادك الوثاني يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يعطيه الأمان أنتعو وهو خصمه وهو عدوه ولكن يدير في اهتقام ويعيطه الأمين الأمين كان قادر النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا كفار وثنيين مشركين وأموالهم حرام وأن نديها لهم لكن لم يفعل هذا هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام ما لنت لازم التوب وتستغفر وتندم على ما فعلت وتعاود تسافر وتدي هذا الدراهم لهذا اليهودي وتردهم له وتقول له اسمح لي لأن ربي حاسبك على هذا المال يسأخذوه حرام عليك حرام عليك إذا كانت الدولة هي التي تدفع الفوائد الريبوية نيابة عني فهل يحرم علي الإختراض من البنك أولا حاول تفهم هذه المسألة لأن أنا عندي فيها اجتهاد إن شاء الله ربي يخفر لي ويسامحني ويأجرني لأنني نظن هذا هو الصحيح إذا كانت المالتع هذه المؤسسة هو مالتع الدولة يعني المؤسسة هي الدولة والمالتع الدولة هو مالتع الدولة إذا كانت الدولة تقبض مال مدراهمها تحطوه في دراهمها كما لونساج كما الكناك هذا الدولة أنت جي تسلف مئة مليون يعطوك مئة ويقولوا لك تردنا مئة سمع أنت تسلف على البنكة مئة وترد مئة الدولة تحط للبنكة دراهم سمعهم فوائد إذا كان دراهمتا عليك البنكة هي دراهمتا على الدولة يا جوز لأن الدولة حطت لروحها الدولة حطت لنفسها الدولة قبضة دراهم من ما كان حطتهم في ما كان وربي تالي إذا الدولة تحط لروحها أنت أدي القرض ولا شيء عليك دو كان ندي لك وحدة القياس باش تفهم حاولو تفهمه واحد راح الباباه قالوا يا بابا تسلف للمئة مليون قالوا نسلف لك مئة مليون ترد لي مئة وعشرة قالوا لا لا حرام لا يا جوز كيف هذا ريبا كده قالوا يا خلاص نعطيك مئة أرد لي مئة وهديك العشرة أنا نقبض دراهمي ونحطهم في الكونتين تاعي سمع من دراهمه يحط في دراهمه إذا كان هذه هي الصورة يا جوز ولا شيء عليك فهمت ولا ما فهمتش الدولة تحط لروحها لونسيش هي الدولة والدولة هي لونسيش الدولة تقبض دراهمه من الكونت التحت حطوه في الكونت على لونسيش الدب الرأسها من لحيته وبخر له الدين تدرهمك روح اخدم والله يعونك فهمت ولا ما فهمتش اللي فهمي فهمهم الله يجازيك مش ما يحصلش فيها يقول لك أو شيء قال سائل يقول تقدمت لخطبة ابنت عمي ورفض عمي لأنني فقير فقررنا الهروب الله 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 شفت الجيل الجديد يا جيل الانترنت قال لك البكر يرح يخطب ابنت عمي ما يطيها لوش يرضى ويصبر ويوكل ربي ويرح يخطب وحده ويرضى ويعيش ويدير داري والله سهل على هذه ابنت عمي لك لا لا فقررنا الهروب معا بدون موافقة والدها هو على كان جزلك تهرب بعد موافقة والدها يعني كنت ناويت على البابات قلوا لا تسمحنا نهرب الله يهديك يا أخي انت عقلك ما وش عندك بدون موافقة والدها هل العقد صحيح علما أن الدولة هي التي ستقوم بالعقد العقد باطل العقد باطل ترح خطبت بنت عمك ما أحب شيء يطيها لك هنا يجوز لها هي هي ما شيء تهرب معاك حرام تهرب معاك ركضة كبيرة من الكبائر وهادي لما هربت معاك وهادي كلمة تهرب معاك وين اديتها وين رحت واش وقاع أي مصيبة كبيرة هي ترفع أمرها إلى القاضي إلى القاضي القاضي يعيط البابها قالها الطفلة عليا ما أحبت تزوجها عليا أشهدها عندك يجاوب إذا كان جاوب صحيح قال هذا اللي اخطبها هذا مجرم هذا سراغ هذا بوندي هذا كده حاجة شرعية مقبولة هنا القاضي يعطي له الحق ما تطيها لش أما إذا صابوا ظالم صابوا ظالم قال ما جانيش على القسطو يا والقسطو تتعك أنت هذا هو الصح قال ما جانيش كده يعني ذكر السبب غير شرعي كيلي ما يحبش يزوج بنته لأنه اللي اخطبها يصلي وهذا واقع قال أنا ما نطلش بنتي نطل واحد صلي هذا فاناتيك آه على جالي صلي رديته فاناتيك ورديته كده ما للقاضي هنا يأمر بشي عقد البنته فإذا رفض يسقط له الولاية القاضي ما شيء أهرب معاها وديها وقعد معاها شهور وشهور ومبعدها قال نروحون عقده وين أحتعقد حرام عليك واش دارتي حرام عليك وما تربحيش والله يحق الدمع لطيحة بابك غير راح تحرق لك حياتك بأكملها غير روح يدك وطلب يسمع وبوسل يده ورأسه ورجله وديري رأسك على الأرض وانت روح استغفر وطلب السماح واندم وابكي لعل الله يوني طريق تاك أعطوها لي بالسيف على مذهب الشاب قادير نديها ونروح ولا طيحة روح شفت يا قادير واش درت شفت واش درت يا قادير هذه قاعدة تحاسب عليها انت عند ربي يوقفك ربي ويقول لك واش قلت للشباب هذا الأتباع والآلف اللي يتبعوك عليش عمرت لما رأسهم بها نديها ونروح ولا طيحة روح حسبونا الله ونعم الوكيل وعجبوني الاخر الطلياني الاخر قادير سائل من مسغانم يقول ما حكم تارك الصلاة في الإسلام وهل هو كافر أو مسلم عاصي وهل يغسل ويدفن في مقابر المسلمين قال أهل السنة والجماعة إذا تركها جحودا كفر وألحد وخرج من دين الله وأصبح لا يؤمن بصلاة وزكاة وصوم وحج هذا ما وش مسلم هذا خرج من الملة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين هو أصلا وقال أنا مش مسلم هو جاء للمسلمين قال أنا مش مسلم من أمش بصالتكم وزكاةكم وحجكم وكعبتكم خلاص هذا انفصل إلى نار جهنم أما إذا كان مسلم عاصي مؤمن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشريه حلوه ومره ودايمن يتمنى ان شاء الله نبدأ نصلي أو جاء رمضان نبدأ نصلي أعلى شهر نبدأ نصلي كيف تحالي يا ربي نبدأ نصلي هذا مؤمن عاصي مؤمن عاصي هذا مؤمن ولكنه عاصي يوم القيامة ربي يعطيه أجر الإيمان ويحاسبه عن الصلاة قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن تامات غير منقوسات كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة ويقول عليه الصلاة والسلام أول ما يحسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح العمل وإن فسدت فسد العمل السمعوا يا اللي تقولوا أنا ما نصليش بصعى عن دير الحسانات كي الناس حتى ابنوا جوامع صدقوني عنده لملاية يبني جامعه وما يصليش واش ينفعك يوم القيامة يوم القيامة أول ما يحسب عليه العبد الصلاة فإن صلحت صلح العمل وإن فسدت فسد العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة